موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الفاينانشال تايمز التي نشرت تقريرا لإيريكا سولومون من بيروت بعنوان هجوم بالغاز في سوريا يجدد المخاوف من الأسلحة الكيميائية جاء فيه تقول سولومون إن تقارير عن هجمات بالغاز على قرية في سوريا أوضحت أن الأسلحة غيرت تقليدية ما زالت تبثل تهديدا في البلاد التي مزقتها الحرب على الرغم من الجهد الدولي لتخليص سوريا من الأسلحة الكيميائية وتضيف الصحيفة إن كل من الحكومة والمعارضة تبادلتا لاتهامات بشأن الهجمات على كفرزيتا مساء الجمعة وتقول إن تسجيلات بالفيديو تم تحملها على الإنترنت تظهر أطفالا يعانون صعوبات في التنفس بينما ترتعد أجسادهم فيما جاهد تذكر بالهجوم الكيميائي على مشارف دمشق في أغسطس آب 2013 ولكن ليس على النطاق نفسه وتنقل الصحيفة عن طبيب يدعى حسن الأعرج تحدثت إليه عبر سكايب من القرية التي وقع فيها الهجوم تنقل عنه قوله إن كفرزيتا هجمت ببراملة متفجرة أسقطت من طائرات مروحية على المناطق السكنية وعندما سقطت صدر عنها غاز أصفر اللون أحضر مسعفون مئة شخص كانوا يعانون اختناقات وتقيئا وزبدا في الفم وفي بعض الحالات ارتفاعا في ضغط الدم وتقول الصحيفة إن ناشطا في كفرزيتا يدعى أمير أبو راجح حمل تسجيلات بالفيديو على الإنترنت لبراملة لم تنفجر عليها الرمز الكيميائي لكلور ولكن لم يتم التحقق من صحة هذه التسجيلات تقول الصحيفة إن الكلور ليس من بين المواد التي يتم تدميرها أو شحنها خارج سوريا من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية وتضيف الصحيفة إن المنظمة الدولية تقوم بتدمير السارين وغاز الخردل والمواد المستخدمة في إنتاجهما بحلول حزيران ولكن عملية النقل والتدمير منيت بالكثير من التأجيل الذي يقول معارض الأسد إنه محاولة للمماطلة نواصل مشاهدنا مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريرا عن ندوة جامعية بعنوان المأساة السورية جاء فيه نظمت كلية الإعلام في جامعة أونون إينونو بمدينة ملاطيا شرقي تركيا ندوة بعنوان المأساة السورية تناولت خلالها أبعاد الأزمة السورية والأوضاع التي يعيشها السوريون منذ انطلاق الثورة في آذار 2011 وألقى مدير الأخبار في إفريقيا والشرق الأوسط بوكلة الأناضول للأنباء توران كيشالاجي كلمة أوضح فيها أبعاد المأساة التي يعيشها السوريون منذ بدء الحكم البعثي عام 1963 وأفد كيشالاجي أن عدد القتل الذين سقطوا خلال الفترة بين 1963 و2010 حوالي أربعمائة ألف شخص لافتا أن ثمانين إلى تسعين بالمئة من القتل مثقفون ولخب وطلاب جامعات وأنهم قتلوا فقط لأنهم معارضون وأشار كيشالاجي أن عدد القتل خلال الشهور الستة الأولى التي كانت تتسم بها الثورة بالسلمية وصل سبعة ألاف شخص فضلا عن فقدان أربعين ألف شخص آخر قائلا النظام السوري قتل عشرات الآلاف خلال الفترات الأولى للثورة فضلا عن الجرحى والمفقودين وأضف أن الأناضول نشرت في شهر شباط الماضي صور لعمليات التعذيب التي قام بها النظام السوري قائلا الأسد قام بمجازر كبيرة وجماعية كثيرة وسنتحدث عن هذه المجازر ونرى أثارها بعد سقوط الأسد مثل تحدثنا الآن عند اكتشافنا للمقابر الجماعية جرأ عمليات القتل والتعذيب التي قام بها ميلسوفيتش في البوسنة والهرسك وتطرق حاتم العلي أحد المتحدثين السوريين الذين شاركوا في الندول الدوري التركي قائلا التاريخ سيكتب مقامة به تركيا تجاه الأزمة السورية وكيف تعاملت مع اللاجئين الذين فروا من بلادهم واستضافتهم وآوتهم وأثنى العلي على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لما قام به نحوهم وقدم له الشكر على حسن الضيافة وإيوائهم في مخيمات في ظروف معيشية جيدة مقارنة بالدول الأخرى نقرأ الآن مشاهدين في صحيفة الحياة اللندنية حيث كتب حسان حيدر مقالا بعنوان الأسد يرتاب بأقرب حلفائه قال فيه مثل سائر الأنظمة البوليسية التي يشكل أحد أمثلتها النموذجية يعيش النظام السوري حالا من الارتياب المرضي في كل شخص وكل أمر فتعدد أجهزة الأمن والاستخبارات وكثرة عناصرها ومخبرها تجعل كل مواطن مشبوها يفترض تصنفه ضد النظام أو معه متآمر أو مأمون الجانب ممانع أو مستسلم ولا تستثني هذه الأجهزة الشرثة من نشاطها الموالين للحاكم ولا القريبين منه خصوصا في ضوء الانشقاقات التي شهدها النظام لكن هذه الربطة بدأت تطار الحلفاء الخارجيين الذين يستميتون في الدفاع عن حكم بشار الأسد مثل إيران وحزب الله والميليشيا العراقية المعروفة باسم لواء أبي الفضل العباس ووسائل الإعلام التابعة لهم والتي لا هم لها سوى التطبيل لحاكم دمشق ودفاع عن إنجازاته التي أودت حتى الآن بحياة 150 ألف سوري وكانت إشكالات سجلت بين الطرفين منذ استنجد الدمشق بحلفائها ميدانياً وظهر آخرها على العنن بعد إجراءة قررتها السلطات السورية بمنع قناة المنار التابعة لحزب الله وقناة الميادين القريبة منه من التغطية المباشرة للتطورات الميدانية لأنهما بثتا مقابلات مع مقاتلنا من الحزب أسندوا إلى أنفسهم الدورة الرئيسية في التقدم المحرز على هذه الجبهة أو تلك وعرضا أشريطة مصورة تخلو من أي وجود للجنود النظاميين وكان النظام السوري أبدى استياءه من ترديد قريبين من حزب الله في لبنان أن قوات الحزب هي التي حالت دون سقوط ضاحية السيدة زينب في جنوب دمشق في أيدي مقاتل المعارضة وشكواهم من خيانات تعرض لها رجاله من القوات النظامية في أكثر من معركة وأدت إلى مقتل عدد منهم وحتى الميليشيا العراقية التي باتت تجاهر بمشاركتها في القتال في سوريا وتفخر بقتلها الذين تعلق ملصقات نعي لهم في شوارع المدن العراقية تظل غير موجودة في عرف النظام السوري الذي لا تأتي وسائل إعلامه على أي ذكر لها ولا تنسب إليها أي فضل أما حزب الله فبات مضطرن بعد كل معركة يخوضها رجاله إلى تسليم المنطقة التي يتقدمون فيها على الفور إلى جنود الأسد كي يصورهم التلفزيون الحكومي وهم يرفعون صور رئيسهم وقبل أيام عندما احتفلت قناة المنار بما أسمت العملية النوعية لتفجير فيلا في منطقة القلمون قالت إن عددا من خبراء التفجير في المعارضة السورية قتلوا فيها وعرضت صورتين للفيلا قبل تفجيرها وبعدها رد التلفزيون الحكومي السوري بتأكيد أن وحدة خاصة من القوات النظامية هي التي قامت بالعملية إنها الطبيعة الأمنية للنظام السوري التي تجعله لا يثق بأحد خارج بطانته المباشرة وتدفعه إلى الشك حتى في أقرب حلفائه وخصوصا في زمن الحرب نواصل الآن مع صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب حسين الشبكجي مقالا بعنوان سوريا وأضعف الإيمان قال فيه سوريا وأضعف الإيمان ما الخبر الأهم في العالم العربي وسط عاصفة الأنباء المتلاحقة التي تشبه الشلالات العنيفة والمتدفقة بقوة مهولة يحتار في أمر الخبر الأهم اليوم هناك قصص محلية مهمة باتت تضغى على أي حدث دولي مهما بلغت أهميته أو قدمت قصته فلبنان الذي كان متخصصا في صياغتي وحياكتي وإعداد وبث الخبر العربي بات كل بلد بحسب وضعيته وحاجته الآن منغمسا حتى النخاع في شؤونه ومشاكله بل إن القصة اللبنانية التي كانت تلقى الاهتمام والمتابعة من الإعلام العربي ذات يوم طغت عليها أخبار أهم وأكثر إلحاحا لأن المتلقية سائمة من تكرار نفس الخبر اللبناني عبر عقودة متتالية بنفس الأبطال ونفس الأسباب ويبقى المشهد السوري هو القصة الأعظم فالجريمة لا تصدق لم يعرف التاريخ مزرما مثل نظام الأسد وها هي أعداد من قتلوا على أيدي قواته من أبناء الشعب تتجاوز الربع مليون غير ألاف المشردين والمعتقلين والعالم لا يتمكن من الخلاص منه وإقافه عند حده يقال إنه ينفذ رغباتهم وهناك من يريد الإبقاء عليه لاستكمال الأدوار التي وظف لأجلها هو وبالده عبر أربعة عقود من الزمن حجم المأساة مذهل وحجم الكارثة مهول وما يصل إلينا عبر الإعلام لا يتجاوز إلا عشرة في المئة من حقيقة ما يحدث نظام تعود أن يرتوي من دماء الشعب تعود نفس الأسلوب لسنوات طويلة حتى انكشف الأمر وخرج مارد الشعب من قمقم الخوف لم يعد هناك مكان لقصة فيروس كورونا ولا للطائرات الماليزية ولا انتخابات الجزائر ولا تقسيم اليمن المنتظر ولا الطحن الطائفي في العراق كل القصص تحجم وتصغر أمام المأساة السورية إنها أعظم جرائم العصر لأنها ترتكب من أكثر الأنظمة إجراما التي عرفها التاريخ المعاصر مأساة المواطن السوري هي في المقام الأول مأساة إنسانية وهنا وجب مناشدة كل الأنظمة العربية باستثناء المواطن السوري من كل الشروط ومن كل الالتزامات ومن كل الرسوم فالسوري عزيز نفس وكريم أصل ومساعدته في محنته بالتخفيف عنه أمام إجرام نظامه هو أقل ما يجب وهو أضعف الإيمان نتابع معكم مشاهدنا حديث الصحافة وننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث كتب مروان حج الرفاع مقالا بعنوان لا للخيانات لا للتسويات قال فيه لا للخيانات ولا للتسويات التي أسويق لها النظام المجرم بين ضعاف النفوس ومن من زرعهم النظام واخترقا بهم صفوف الثوار نقول لمن ركب غبار الثورة لدواع مختلفة مادية أو فئوية وظن أن الثورة أيام أو أشهر معدودة ويظفر بالنصر والغنائم والنحل ويسجل اسمه في سجل الخالدين بإمكانك أن تأخذ استراحة محارب أو تلقي سلاحك وتعطيه لإخوانك الثوار وتنسل تحت جنح الليل خارج الأحياء المحاصرة والثغور بصمت وهدوء لك ما لك وعليك ما عليك أما من يسويق ويروج من ضعاف النفوس ومن من زرعهم النظام واخترق بهم صفوف الثوار ومن يقوم بالتسوية مع النظام المجرم ويخرج بسلاحه ويقوم بتسليمه بدل أن يتركه للثوار وهم بأمس الحاجة إليه على الجبهات والثغور ويدلي بما لديه من معلومات عن المحاصرين الثوار أو المدنيين أو يفشي بأسماء الداعمين للثوار فإن فعلا كهذا هو جرم الخيانة العظمى للأرض والأهل والوطن ولدماء أطفالنا وشهدائنا فالعصابة أسد المجرمة ستمنح من قام بالتسوية بعد الاستسلام الأمن والأمان وكلنا يعلم بأن ديدنا عصابات الأسد الطائفية الغدر والإجرام وسيرى ذلك عاجلا غير آجل وسيلحق به الخزي والعار بين أهله ووطنه نتيجة خيانته وغدره ومن ظن أنه سينجو بفعلته من يدي النظام فلن ينجو لاحقا من المحاكمة الوطنية العادلة فالنظام ساقط بإذن الله لا محالة وكل من أجرم وخان غدر بحق السوريين لن يفلت من العقاب الثورة ماضية في طريقها بأيد مخلصة وأرواح طاهرة حتى تحقيق أهدافها وإننا بإذن الله ربنا لمنتصرون نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة إيلف حيث كتب غسان المفلح مقالا بعنوان إسرائيل اكتهام سوري متبادل قلفي هل الجولان ثمن على المعارضة دفعه كي ينتهي هذا النظام بهذا السؤال أنهيت الجزء الأول من هذه المادة أعيد طرحه هنا لأنه سؤال مفصلي في وضعية ليس الثورة السورية وحسب بل في وضعية سوريا كلها على الخارطات السياسية الجولان المحتل منذ عام 1967 وتم تسليمه بيد وزير دفاع آنذاك حافظ الأسد تم تسليمه على المفتاح بالمحصلة احتفظت إسرائيل بالجولان وفقا لهذه الاتفاقية وبحكم القوة التي تفرض التقادم في إنهاء قضية الجولان الجميع يعلم أن استمرار نظام الأسد يعني استمرار الوقت لإنهاء قصة الجولان بفرض الوخائع عبر هذا الزمن تفصلنا عنه ما يقارب الخمسة عقود في هذا السياق لابد من ذكر معلومة أظن أن الأصدقاء في الجولان يعرفونها أن الموالين للأسد فيه لا يقبلون العودة للعيش في سوريا تحت حكم آل الأسد وموقفهم الموالي نابع من أجواء الفضاء السياسي الإسرائيلي الداعم لاستمرار الأسد نابع أيضا من موقف بعض المشايخ عقل الطائفة الدرزية ومصالحهم من جهة وبمبرر عقدة الإسلام وفوبياه من جهة أخرى ما ترده إسرائيل في النهاية في حال أرادت خسرة هذه الوضعية المريحة بوجود نظام الأسد واستمراره خسرتها بسقوطه على يد شعبنا أن تستبدلها بإقرار اتفاق مع عموم السوريين ببقاء الجولان أرضا إسرائيلية تماما كما حصل مع لواء إسكندرون واعترف به الأسد لتركيا نيابة عن الشعب السوري حتى سكان اللواء وأغلبيتهم تنحدر من الطائفة العلوية يرفضون أن يعيشوا تحت حكم آل الأسد رغم أنهم يدعمونه لأسباب طائفية وأحد أسباب موقفهم من حكومة العدلة والتنمية الأردغانية نابع من موقفها من نظام الأسد الذي يعتبرونه نظاما علويا ويصرحون بذلك علنا في تركيا أمريكا وإسرائيل ليستا كليتي القدرة لكن في الدول المحيطة بإسرائيل وخاصة سوريا هما كذلك بلا تردد وخطابات فاضية عندما تسمح إسرائيل لحزب الله وميليشيات إيران أن تكون موجودة على حدود أخرى لها معنى ذلك أنها تريدهم هنا فمن لم يخاف من حزب الله وإيران سيخاف من غيرهم لهذا إسرائيل طرف داخلي فيما يحدث بسوريا وستبقى كذلك نواصل الآن مع موقع بركز الشرق العربي للدراسات حيث كتب زهير سالم مقالا بعنوان على جدول أعمال من يهمه الأمر كيف نمنع مسرحية الانتخابات أو نفضحها قال فيه تبعت مع المتابعين نتائج اجتماع الهيئة العامة لإتلاف الوطني مرة أخرى أتذكر شعرا لأبي القاسب الشابي في أطفال الشاطئ يبنون بيوتهم الرملية نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور متابع في الفضاء السياسي الدولي والإقليمي والوطني الداخلي أحاديث متواترة عن اعتزام بشار الأسد تمرير مسرحية جديدة لإعادة انتخابه رئيسا واستضماء والأشلاء والدمار مسرحية يتم الإعداد لها داخليا بكل بستلزمات الإخراج بدءا من تقننات مجلس الشعب وانتهاء بتأكيدات عمران الزعبي أن الانتخابات ستجري تحت إشراف الحكومة السورية وبشفافية مطلقة وأنه لا عوائق أمنية تعيق إجراءها نتذكر أن العوائق الأمنية تعيق تسليم شحنات الأسلحة الكيميائية ويتم الإعداد لهذه الانتخابات المسرحية إقليميا بتطمينات نائب وزير الخارجية الإيرانية عبدالليان أن إيران لا تتمسك بالأساد إلى الأبد ذلك أنهم يريدونه ليمرروا على كاهله المرحلة القادمة فقط سبع سنوات ثم في تأكيدات حسن نصر الله أن مرحلة سقوط الأسد قد أصبحت وراء الظهر ثم فيما أعلنه نعيم قاسم لا إبو حسن نصر الله لرويترز أمس أن على العالم وعلى السوريين أن يقبلوا ببقاء بشار الأسد رئيسا لأنه سيترشح وسينجح ونبرة القول التي يقول تؤكد أنه سينجح في صندوق الانتخاب في قوة السلاح وعلى العالم وعلى السوريين أن يقبلوا ذلك بقوة السلاح أيضا وسط كل هذه التجاذبات والضجيج لا شيء عملي ينقل عن قوى المعارضة السورية في اتلافها وهيئاتها وجماعاتها وأحزابها وقوها وكتائبها نتحدث عن خطة عملية لمواجهة هذه المسرحية التضليلية بخطواتها وألياتها واستعداداتها ذلك ما كان السوريون ينتظر له من اجتماع الهيئات العامة لقوى المعارضة بيان الإدانة الباهت صف الحكي الذي يقدر عليه الفرد لا يكفي في هذا المقام ومن هذه الجهات اليوم وثلاثة أشهر تقريبا تفصلنا عن مسرحية تزوير إرادة السوريين المطلوب من قوى المعارضة الجادة وليس الهازلة العاملة وليس العابثة أن تبادر إلى تشكيل ورشات عمل تأخذ على عاتقها العمل الجاد والتخطيط العملي الواقعي لقطع الطريق على المسرحية على المخرج والممثلين والمستفيدين نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة عين المدينة مقالا بعنوان في حاجة الثورة إلى نظام قالت فيه لا تفتقل الثورة إلى العقول المتميزة في مجالات مختلفة فقد حرّض الطاقات وأذهان أعداد يصعب إحصاؤها بعد طول ركود في كآبة وخواء حكم الأساد وابنه لكن ما بات ملحا هو وجود نظام لطابع مركزي يحكم مسالتها العسكرية والمدنية في خطوط عامة وقد مر الوقت الذي كنا نتغنى فيه بالعفوية التي ميزت عامة الثورة الأول حين قامت على بؤر متباعدة في أنحاء البلاد مما جعل من المستحيل على أجهزة الأمن أن تقضي عليها باستئصال عمودها الفقري لأنه ببساطة لا وجود له أصلا لكن ومنذ العام الثاني للثورة وحتى الآن تزداد الحاجة إلى كتال كبرى تندرج في مشروع موحد تقوده بخطوات مدروسة ضمن خطط تتكامل بالنظر إلى الخريطة السورية بشكل عام لم تركيز على الأفق الضيق للمنطقة أو المدينة الواحدة ورغم البطء الملحوظ والمضر تسير الأمور في هذا السياق من النواحي العسكرية والمدنية والخدمية ودون ذكر أي تجربة بعينها يمكن للمراقب سلمس معالم التيارات العريضة في الأنحاء الفسيحة لروح الثورة تلتأم وتنمو وتنتظم فيها ياكل تأخذ مهمها بجدية متزايدة وتسعى إلى تنظيم عمل كوادرها بشكل تكاملي واحترافي هذه هي طبيعة المرحلة غير أن هذا لا يعفي أي منا من القيام بمسؤولياته في الدفع في هذا الاتجاه ودعم هذه الطبيعة حتى تصبح واقعا معاشا والحرص على روح العمل الجماعي وما يتطلبه من ميزات وواجبات لم نعتدها حتى الآن بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم بقاءكم معنا نلقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعايتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة